أخواني يكون طلب من مجموعة نواب عدده 170 ناب استنادا للأحكام المادة 58 أول والمادة 70 أول من الدستور يرجى تفضل بالموافقة والدعوة لعقد جلسة والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية العفو نداء برلمني جديد علّه يحيي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي نودي لها وعقدت لأجلها جلسات لكن لم تحقق هدفها بتسمية رئيس جديد للبلاد الانسداد الذي وقف في طريق إتمام مرحلة انتخاب الرئيس ومن ثم تشكيل الحكومة ظل جاثما على نتائج الجلسات والاجتماعات النيابية للبرلمان الخامس منذ ولادته في تشرين الأول من العام الماضي لكن الأنظار تتجه إلى الجلسة المقبلة بتساؤل مكرر حول نصابها وهل يمكن أن يحقق النواب فيها شرط نصاب الجلسة المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية والتي تحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس أي 220 نائبا لقانونية الاختيار وفق الدستور الحراكل المكوكي عند أطراف سياسية لا يوزيه عند الرافضين لحكومة الإطار التنسقي وهو ما ينجب حالة لا تبشر بموعد قريب لاختيار رئيس الجمهورية سيما مع خطوط التحالفات بين الإطار وأطراف كردية تتمسك الأخيرة بحزبيها المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بمرشح كل منهما للمنصب ويرى مراقبون أن تسارع الخطوات والمفاوضات ومحاولات عقد الجلسات تأتي بسبب ما حملته إحاطة بلاسخارت الأخيرة من تحذيرات ورسائلة للمجتمع الدولي بشأن النظام السياسي العرقي الذي أكدت بلاسخارت أنه يعمل ضد شعبه الأنظار تتجه لأربيل تزامنا مع المطالبة البرلمانية بعقد جلسة انتخاب الرئيس إذ يفتح ائتلاف إدارة الدولة الباب في لقاء يجمعهم مع قادة إقليم كردستان شارك فيه رئيس هيئة الحجد الشعبي ورئيس البرلمان ومرشح الإطار محمد الشيعة السوداني عنوانه التوصل لحل بشأن الانسداد السياسي تساؤل مطروح آخر حول مدى إمكانية اللقاء مع قادة كردستان في إنجاح الجلسة البرلمانية المرتقبة والمنتظرة من الشارع السياسي والشعبي منذ انطلاق جلسات اختيار الرئيس الجمهورية والتي لم تأتي أكلها حتى لأمه اشتركوا في القناة